ماذا يفعل طيران السعودية في المهرة؟ وأي حرب يخوضها هناك غير حرب المصالح في ظل مساعي الرياض للسيطرة على المحافظة؟ تكبر الأطماع يوما بعد آخر على حساب اليمن سيادة وشعبا بينما يخوض اليمنيون معركة حماية الحدود السعودية تخوض السعودية معركتها الخاصة في المهرة لتمضي المعركة الكلية لاستعادة الدولة في سياق عكسي جراء سياسة الإمارات والسعودية المدمرة اتخذت طهران وأدواتها في الداخل مكانها على قواعد الفرجة لمشاهدة معركة اليمنيين الذين وقعوا في فخ التحالف بعد أن تكشفت أوراقه والتي تؤكد أنه ماض في ترتيبات تسهيل انهيار الدولة اليمنية يشعل الحلفاء نار الفوضى وخلط الأوراق في المحافظات الجنوبية بين التيارات الدينية والقبلية والسياسية إلى جانب المهمة الأولى وهي إشعال فتيل الأزمة وتأجيج نار الكراهية بين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية بينما تبدو سلطة الرئيس هادي وقد تم تحييدها وتجريدها من أدواتها وأصبحت مجرد محلل للتواطئ والسكوت عما تقوم به الرياض وأبو ظبي في البلاد تمضي مخططات الحلفاء على قدم وساق لمسابقة الزمن والوصول إلى نقطة النهاية وهي يمن مفكك وبلا مستقبل فهل سينجح تحالف أبو ظبي والرياض بمهمته وهل سينجو من تبعات فعلته كل المؤشرات تقول عكس ذلك فالسعودية التي يبدو أنها لا تعرف ماذا تريد في اليمن ولا تدرك حتى اللحظة خطر وجود دولة في حالة انهيار على حدودها الجنوبية لا يزال البعض يؤكد أن النتيجة النهائية لما يحدث الآن ستنعكس بصورة بالغة السوء عليها قبل أي أحد آخر ليبقى مصير اليمن واليمنيين معلقا على عاتقهم وحدهم مرهونا بقدرتهم على استعادة ما تبقى من إرادتهم والعمل من أجل الخلاص من سلطة الحوثيين التي أنتجت كل هذا الخراب ومن أطماع الجوار الذي لا يفهم سوى لغة المكاسب الآنية